ويمثل العهد الميمون لأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح فضه الله عهدا تواصل فيه دولة الكويت البناء على ما تحقق من منجزات للدبلوماسية الكويتية نعم دور الكويت كان وسيبقى واضحا كدولة تسعى من خلال الدبلوماسية التوفيقية لممارسة دور إيجابي في تقريب وجهة النظر وحل النزاعات والاختلافات بالطرق السلمية المبنية على الحوار باتزان ووفق ثوابت تستمر دولة الكويت في سياستها الخارجية وأبرزها التضامن ووحدة المصير الخليجي والتضامن العربي من منطلق وحدة المصير الحتمي للأمة العربية كما ارتكزت سياستها على مساعدة الدول العربية بكل ما تملكه من طاقات سياسية ومادية بما في ذلك تقديم المنح والقروض للدول التي هي في حاجة إليها إلى جانب التوفيق والوساطة في العديد من الخلافات الإقليمية نشاط أمير دولة الكويت تجلى في المرحلة السابقة لتوليه مقاليد الحكم عندما كان وليا للعهد في فترة حكم الأمير نواف الأحمد الصباح رحمه الله وتمثيله للأمير نيابة عنه في مختلف المحافل الإقليمية والدولية ليكون مؤكدا وحاميا لما تحقق من منجزات للسياسة الكويتية الخارجية على مدى أكثر من ستين عاما فكان حضوره الخليجي والعربي والعالمي واضحا حيث تقدم المشهد السياسي بحزمه وعزمه وفي العهد الميموني لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح تنطلق الكويت في هذه المرحلة المهمة من تاريخها مستندة إلى تلك الثوابت ويسعى أميرها حفظه الله لمواصلة ما بناه القادة السابقين من إرث للدولوماسية الكويتية والنشاط الفعال في نطاق المجتمع الدولي ودائما منر يد الكويت ممدودة للأشقاء والأصدقاء من أجل الخير والرفاه المشترك وكان دور الكويت وسوف يبقى واضحا كدولة تسعى من خلال الدبلوماسية التوفيقية لممارسة دور إيجابي في تقريب وجهات النظر وحل النزاعات والاختلافات في الطرق السلمية المبنية على الحوار خاصة عندما تتعلق القضايا بالشأن الخليجي والعربي لأن العمقان الخليجي والعربي هما عمق للكويت وضمان أمن واتزان هذين العمقين بالنسبة للكويت هو ضمان أمن دولة الكويت ترجمة نانسي قنقر